اكتمل أعضاء دور المجموعات من دور أبطال أوروبا بعد نهاية الدور التمهيدة عشان يبقى عندنا 32 فريق تم تقسيمهم على أربع تصنفات ومنها هيتم توزيع الفرق على تمن مجموعات هيتم توزيع كمان جوائز أفضل حارس، أفضل مدافع، أفضل لعب وسط، أفضل مهاجم، وأفضل لعب أوروبا ده في الحفل المقرر إقامته بكرة الساعة خمسة بتوقيت القاهرة في إمارة موناكو في فرنسا التصنيف الأول للأندية بيضم كل من التصنيف الثالث بيضم كل من تصنيف اليوناني، فالانسيا الأسباني، انتر ميلان الإيطالي، دينمو زغرب الكرواتي، ولكوموتيف موسكو الروسي التصنيف الرابع والأخير بيضم كل من جانج البلجيكي، جارة سراي التركي، راد بول ليبزيج الألماني، راد ستار بلجراد الصربي، أتالانتا الإيطالي، ليل الفرنسي وطبعا إلى جانب ده هيتم تسليم جوائز الأفضل في الموسم اللي فات، وهقول لكم على اللعيبة اللي بتتنافس على الأفضل، طبعا كلنا عارفين أنه المنافسة هتكون شارسة ما بين مجموعة من أفضل اللعبين في العالم فأفضل لعب في أوروبا بتنافس عليه ثلاث لعيبة وهي دي أكتر جايزة الناس مركزة عليها كريستياني رونالدو ولا ليونال ميسي ولا فيرجل فاندايك، مين فيهم هيكون عنده الفرصة أكتر من البقين أنه يكون أفضل لعب في أوروبا وأفضل لعب في دوري أبطال أوروبا النسخة اللي فاتت، البعض بيقول أنه فاندايك ممكن ياخدها باعتبار أنه فريق وأخذ البطولة البعض بيقول أن كريستياني رونالدو بما أنه اختار تحدي جديد وانتقل من ريال مدريد ليوفانتوس والبعض كمان بيقول أنه ميسي خلينا نستنى ونشوف بكرة هيكون فيه منافسة شارسة زي ما قلنا على مجموعة كبيرة من الجوائز وهنعرف القرعة كمان الخاصة بالبطولة الأحلى والأغلى والأقوى في العالم دوري أبطال أوروبا